اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انه على المجال السرعلمية للانعقاد بالمواسسات الجامعية المضربة بصفة عجلة واصدار بيانات ترفض بصفة واضحة اللي جانب البيداغوجية اللي تعتزم وزارة علم العالم وبحث العالمي تكوينها على كل الازمة يظهر لي ما هيش بشتة حل واضح وانه مواسسين الازمة هذه في الحالة الكل الامور الحقيقة ما هيش تبشر بخير حتى لو كان طالب واحد فقط ما عاداش الامتحان في ظروف طيبة معناها فم إشكال وعلى الوزارة تحمل المسؤولية حالا تبقوا الموضوع متعنا هذا اليوم من خلال ضيفنا نكملوا مع المواضيع الأخرى تمشيوا للجريدة الصحافة كالعادة ونحكيوا على المشهد الاقتصادي في البلاد ويقولوا انه تأفيه مقال في ظل عجز الميزان التجاري الدينار يغرق والقدرة شرائية تنهار والبنك المركزي شدت في بيانه الأخير على تواصل مخاطر تدهور الوضع الاقتصادي في حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفيد مزيد تفادي عفوا مزيد تأزم الوضع المالي على كل احنا بش نواصلوا مع الأمور الاقتصادية ما بش نتعدى لحقيقة الزاوية أخرى نحكيوا على في نقطة بيع قارة من المنتج المستهل كذلك شفنا الأسعار نار والمواطن محتار عنوان في جريدة الشروق تقريبا حكيت على الوضع ذلك في الصفحة العاشرة والحجة عشر وصفحة تناش فما نكمل مع جريدة الشروق وحكيوا على التبذير ولهفة التونسي وشكوى من الأسعار رغم ارتفاحها في سيدي رمضان نعطيكم بعض الأرقام ودلالات الموجودة 29.4% هي نسبة اللي يرتفع فيها معدل انفاق التونسي في سيدي رمضان أنا أتصور قد يزيد انفاق التونسي تقريبا 30% مش معقول 28.8% مليار حجم 28.8 مليار حجم ما يلقيها التونسي من أكل سنوين في نفايات تصور تعرف قديش 28.8 مليار يطيشوا في حشاكم في المزابل في التونسة من ماكلة وكان نحكيه على ما نحكيه وراه على خمسة مليارات يطيشوا وكل خبزة ذاك البيت يقولوا عليه ذاك رو يتعدى من مال الشعب من مال التونسة مليزان بو لأنه هذي كم دعم وتسعمائة ألف خبزة في اليوم يلقيها التونسي في النفايات بربي يا توانسة اللي بيش ياخو باقات بيش ياخو تلاثة باقات ياخو باقات كيني ما يكلش قد لي يأكلوا قد لي تأكلوا ولا أخذ تاس ما كان أخذ بزايد يجيش يذيف وما ديك يتلوح وبعد ذاك الكل يتلوح في المزابل لطفه برا على كل نكملوا مع الحقيقة الأخبار العالمية وبش نحب نهزكم إلى جريدة المغرب في انترفيو لمفتي القدس والديارة الفلسطينية الشيخ محمد أحمد يسين للمغرب صفحة 22-23 يقول وأنه أنا الأوان للعالم العربي أن يخرج عن الصمت المريب لأن القدس مسؤولية كل عربي شيخنا العزيز العرب كما قال وزير البيئة الكيان السهيوني قال راو فما لي فوق الطاول يقول ويحب يخدم معنا وفما كلي تحت الطاول وحاشم على كل احنا الموقف العربي قاعدين راو فيه وقاعدين راو فيه مستقبل القضية الفلسطينية فللقدسي رب يحميه شكرا لكم نرجو معكم بعض الأخبار